السابع صباحا بتوقيت دمشق مجاز لأهم الأنباء استعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء السيطرة بشكل كامل على مشروع 1070 شقة والمزارع والتلال محيطة جنوب غرب حلب ودمرت عشر عربات دفع ربعي مزودة برشاشات وقتلت وأصابت عشرات الإرهابيين كما استولت على عدد من الآليات والعربات المدرعة ووصلت ملاحقة فلول الإرهابيين الفارين في منطقة منيان المجاورة وافري في حماس شمالي تواصل وحدات الجيش العربي السوري تقدمها في محيط صوران وتسيطر على عدد من التلال الحاكمة باتجاه موريك أحد أكبر معاقل الإرهابيين في المنطقة أكدت وزارة الخارجية الروسية أن دولا غربية بينها الولايات المتحدة الأمريكية هي من تمويل ما يسمى المجالس المحلية التابعة للتنظيمات الإرهابية في الأحياء الشرقية لمدينة حلب والتي ترتكب الأعمال الإرهابية داخل المدينة وقالت ماريا زاخروفا المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية إنه حسب المعلومات المتوافرة كانت قطر في البداية تمويل تلك المجالس أما الآن فتلعب كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والإمارات وللأسكندنافية دور الممولين الرئيسيين لهذه المجالس أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الروسي لم ينفذ أي ضربات على مواقع في منطقة خان شيخون الواقع جنوب مدينة إدلب وأنفت الوزارة المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول تنفيذ طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية ضربات مزعومة في ريف مدينة إدلب منطقة خان شيخون وأشارت الوزارة إلى أن الطائرات الروسية لم تقم بأي تحليقات في المنطقة المذكورة دعية بعض وسائل الإعلام الأجنبية إلى عدم الانجرار وراء التسريبات الإعلامية من قبل المنظمات التي تصف نفسها بأنها تقوم بأنشطة حماية حقوق الإنسان كالمرصد السوري العامل في لندن أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف ضرورة إنهاء الأزمتين في سوريا واليمن وإيجاد الحل السياسي المناسب لهما مواقف ضريف جاءت من بيروت حيث هنأ ضريف الشعب اللبناني على الخطوة والإنجاز الكبير الذي تحقق مؤخرا من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية معربا عن أمله في أن يتم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ولافتا في الوقت ذاته لأن بلاده تدعم وتؤازر هذا التوجه السياسي البناء في لبنان في العراق أكد رئيس الحكومة العراقية حيدر لابادي أن حكومته تنسق مع الحكومة السورية لضبط الحدود بين البلدين وعقب جلسة الحكومة الأسبوعية أشار لابادي إلى أن مصلحة العراق التعامل مع الحكومة وليس مع من وصفهم بالمسلحين كما كشف لابادي عن وجود خطط لإدارة محافظة نينوى بعد تحريرها من إرهابي داعش معتبرا أن الأوضاع ستكون أفضل من السابق في خبرنا الأخير رفض القضاء المصري طعن الحكومة المصرية بخصوص تبعية جزيرتي تيران وصنافير المصرية وأيد بطلان ترسيم الحدود مع السعودية حول الجزيرتين مؤكدا أنهما مصريتان وذكرت وسائل إعلامية مصرية أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة رفضت الطعن المقدمة من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية وكان قرار الحكومة المصرية في نيسان الماضي بشأن سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير أثر موجة من الاحتجاج بين المصريين كتاب المجاز بأمان الله اشتركوا في القناة